موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة كما اشتو الفيديو ديال اليوم هدي تكون هاكا نهار معايا هدي تدوزوه معايا بكل التفاصيل قبل ما نبدأ الفيديو بويتنشكر جميع البنات اللي كايسولو فيا ولفته واحد الفترة وانا غادي على نفس الريتم فاشتعتللت عليكم هاد المرة بزاف البنات اللي يسولو فيا شكرا لكم بزاف بزاف انا غي كنت عينا شي شوية ركو عارفين دبا مع البرد فهد الفيديو هادا صورته بالضبط في النهار ديال البلاك فراي داي فكان عندي التسوق فصورت ليكم هكا روتيني في هادا كل النهار شو هما اهم الاشياء اللي قمت بهم لانا كنتو ماليك هطلبوني بزاف على هاد الفيديو هاد ديال الروتين وصراحة كتلقى ليهم اقبال كي يعجبوا بزاف ديال الناس وان شاء الله هاد الشهر القادم هادا غادي يكونوا بزاف بزاف ديال الفيديوهات اللي مفيدة سواء على التنظيم او لا على بزاف ديال الاشياء ان شاء الله نتمنى انهم يعجبوكم اول حاجة هاد الصباح هادا قررت انني نحضر واحد الفطور خفيف ها كان فطروا به الصباح فبما ان هاد النهار هادا كان البلاك فراي داي وف نفس الوقت كانت بنتي ما قردش هاد النهار حيش كان عندهم عطل فاقرت انني نحضر واحد الفطور سهلة اني نحضر واحد الفطور بكثون تاوست نضيف الحليب ورقائق اللوز أول حاجة نأخذ قطعة التوست نحاول اننا نبسطوها ونحيدو لها كالجنب كله ندهنوها بالنوتلا او بأي شوكولاتة خاصة بالدهن ماشي ضروري النوتلا وديرو فيها الموز قدروا تعودو الموز بالفراز او لمهم اي فاكيها بغيتو تقدروا تدفاح تعسلوه في شوية السكار والزبدة وديروه نديرو واحد البيضة ونديرو شوية ديال الحليب تقريبا واحد الاسد المعلقات كبار ديال الحليب ونديرو فيهم شوية ديال الملحان نضربوهم مزيان بعد غادي نجيبو هادو القطاع ديال التوست غادي ندوزوهم في هاداك الخالي ديال البيض ومبرد نديروهم فرقائق اللوز بنسب الرقائق اللوز فكيبقوا اختيار ياغي كيعتووا واحد القرمشاء ممكن انك متصغنوا عليهم واسقليوهم مباشرة ممكن انك بديروهم فالفران يلا كان عندكم الوقت فاتقليوهم بحالي ديرو شوية ديال الزيت في المقلاة ودوزو عليهم ميناء الجهاتين كيجو صراحة رائعين جدا كيجو يشبهو شوية فلوقو فالكريب بالنوتلا والموز كيجو زونين بزاف مغدين هكا الفطور ديال الصباح فكان فطورنا كيما اشتوه في دريف ووجته دغية دغية وحبي نشارك معاكم هاد الوصفار ربما ما تعرفوهاش فهد النهار ما ارتواله يعني مباشرة نحضر الوجبات الغداء لانه كان عندي خصنين خرج للتسوق وهنا غادي نحضر واحد طاجين تقليدي مغربي ديالنا اللي هو دجاج بشيف لور فبغيت نستغل الفرصة في هاد المرحلة وانا كنوجد طاجين بزاف 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 ديال البنات اللي كيسولوني او لسيدات البويوت اللي كيسولوني شنو هي الجنسية ديال الزوج ديالي لانه كيتشوفو ربما كندير بزاف ديال الاطباق اللي هما هكا سهلين بساط ويمكن كيتقدموه في اطباق منفريضة فبزاف الناس ظنو ان الزوج ديالي اجنابي بحكم انني ما كنديرش تواجن بزاف وربما انا غيمة كان فيلمي لكمش يعني انهار اللي كندير الطاجين لانا كنقول طاجين كل شي كيعرف له وحتى هنا يعني مغادش نعطيكم المقادير تبارك الله كلكم كتعرفولو ببغيت نجاوب هاد الناس لان نوقع واحد نقاش مؤخرا انهم بقوا كيتناقشوا ان الزوج ديالي اجنابي ركوا عارفين اللي كومنترش كيرتعلاشي فوقع واحد الجدال وحبيت انني نرد على هاد النقطة هادي باش ترتاحوا بالنسبة للناس اللي كيسولوا في هاد الموضوع هادا واخي يعني كنظن ان الموضوع مايهم بكمش اه بالنسبة للجين سيادي الزوج ديالي هو مغربي ولد المدينة ديالي ولد جارنا اه كل شي اللي بغيتو الموهم زوجي مغربي 100% وعليش كندير هادوك الاطباق هكاكل الخفاف لان اه انا الزوج الى الحمدولله مكاي تشرتش في الماكلة يعني اكل اي حاجة وبالعكس كيعجبوه الاطباق اللي خفاف تاجين معندوش معاه بزاف كيعجبوه الاطباق اللي خفاف درافها كايه وخيكون غيص اندويتش عندو معه هادوك الاطباق خفاف وبساط وضغية كي يتوجدو هادشي علش انا كنحضر بزاف هادوك الاطباق ولكن لا يمنع اننا مرة على مرة كنديرو طاجين دينا المغربي الاصيل اللي ما كنستغنوش عليه فانتمنى انني كن وضحت هاد المسألة هاده لبزاف الناس اللي اضرهم راسهم وبغوا يعرفوا هاد القضية هاده ونبدأ مشينا يعني للتسوق كما كليكم كان هاد النهار يعني لسولد يعني منقصين في بزاف ديال الاشياء كانوا دايرين تخفيضات على العجانة فاول بلاسة مشيت لها هي البلايس ديال العجانات فاخديت واحد العجانة اللي غادي نوريها لكم يعني في اخر الفيديو بكل التفاصيل فكنتكنستنا الفرصة الصراحة يعني ما جابتهاش الفرصة كل مرة كنقولي ونخلي حسن الشهر الجاي نخلي نحتاجوا هاد تخفيضات وخديتها صراحة بزمن لي هو جدا مناسب بدرت لكم واحد الجولة هنا في هاد المحل هذا بيتشوفو هاد التخفيضات اللي كانوا في هاد المحل بالنسبة للناس اللي مكان يشبوه همش هاد النوع ديال فيديوهات يعني ديال جوالات وكل شيء ميددخله لانا الفيديو ديال جوالات وكل شيء الروتين رح كيكون باين يعني كنكتب اما يوم في حياتي او لو يوم كامل او لا روتيني فضروري الروتين ما كيكون فيه بزاف ديال الحويج بحال هاكا وانا يعني ما كان ديلكمش الروتين كله نهار كنحاول ندير الروتين غير فش هاكا كنكون نخراج او لا كيكون عندي شي حويج متنوعين ما تشوفو في الروتين باش ما تملوش يعني ماشي غير دار دار نخرجوش فيه على الدار والصراحة بج من كدبش عليكم انا كل مرة يعني كنلقى الفرصة في وسط الاسبوع بلاد ويكند كن مشي نضرب دورا في هاد المحلات هادو ما كان صراحة ما كان عيقزش انا كل مرة يصبر فيها على دورا في رائع ويكند فيها لبنفسك انتعليش فيها من قبل من اشغر بالنفسكر بما كان عيقزش فيها وأخاة ما كان عيقا من الراع اشتركوا في القناة 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 مين مشيت للدار صورت ليكم فهنا يعني كان ليلو كتدير الإضاءة لبنات نتمنى أن تكون يعني الصورة واضحة يعني كان ليلو عجبتني أن الإضاءة صراحة كتعتني واحد يعني واحد شكل جميل وعاونتني بزاف أنني وخاي يكون الليل نصور ليكم فهنا كما اشتوا هدي هي الماكينة اللي خديتها خديتها تقريبا 49 ولا 44 دولار يعني ما شي غالية بزاف هدي ديال القهوة وصراحة شحال هدي كانت عجباني ولكن الثمن ديالها غالي هي في الأصل كانت 119 دولار ورجعوها كما اشتوا من با 50 دولار وبزاف البنات اللي كيسولوني كيقولوا لي واجد دولار الأمريكي لأن الدولار الأمريكي طالع شي شوية فلا هدا الدولار الكندي فدائما كتغلطو كتقولوا لي الحواج راهزا ما غالين على حسب الدولار الأمريكي دبا مين راني نهضر معاكم وكنسجل هاد الأوديو را ديجا استعملناها صراحة استقت زوينا رائعة والبنات اللي عايشين هنارة باقي ينجع هاد الأسبوع هاد تخفيض أنا مشي تغيف هاد النهار هاد ولقيت هم باقي كينين فول مارت يعني اللي بغدت تاخد هارة باقية وخدروا البلاك فرايدي وركن خلوا تقريبا أغلب المحلات خلوا الأسبوع كامل خلوا هاد التخفيضات خديت لها يعني كذلك هاد الكابسيول الخاص بها فخديت هاد جوجي الأنواع وحده ديال شوكولاتة وحده كابوتشينو ولا نقدروا نقولوا قهوة بالحليب فخديت هاد الجوج هادو تقريبا الباكية الوحدة فيها 8 خديتها بـ 9 دولارات ومبادت فشا رجعت لقيت هم عاوتاني عاملين تخفيض وداروهم بـ 6 دولارات دابا يعني هاد الساعة هاديرهم في وولمارت بـ 6 دولارات ونجيو دابا الأساس واللي هي العجانة يمكن مزاف الناس هادجيهم يعني شي حاجة بيزاغ ولكن أنا شطراح وشحال هادي كتبا ناخدها ومشي أي ماركة وكتبغيها نيز هادي ديال الكيتشن ايد وما كتبغيها شي وحده اللي كبيره بثاف بحكم أن المطبخ ديالي يعني ما يساعة هاج وانا مشي من نوع اللي كان نحضر يعني يوميا الخوبز او للملاوي او لذاك شي كان نديرو بلقانة مره مره فشكت نتوحشو فما بغيتش وحده اللي تكون كبيره بثاف فهديرها صغيرة يعني الى الحجم الكبير وكين الصغير يعني هادي صغيرة بقيتهم غير في الكحل يعني ما كانوش ألوان كتيرة مع أنني كتبغي أن أخذها يعني في الرمادي ولكن حتى الاسود زوين حتى هو اللون دياله زوين وكتجي بعد شكل هادا مهم فش حليتها لكم مهم كيجو فيها قاع هاد الريوس ديالها فش تبدلي ولكتالوج بطبيعة الحال وفاكت جيب حال هاكا وهي تمن ديالها يعني كان غير ميتين و تسعة و أبعين ولا ميتين و خمسين مهم تمن ديالها كان منقصين فيها تقريبا خمسين في المئة ركوشته معايا في المحل وكذلك خديت هاد الامبريمونت هادي اللي بالألوان يعني ان كولور لأن بزاف دلمرات كانحتاجون امبريمي وخصوصا الزوج يالي كيحتاجي امبريمي بزاف يعني ضروري أنها تكون عندنا في الضرف احنا عندنا وحدة غير بلون انوار 29 دولار هادي خديناها من سوبر ستور هادي خداها صراحة كان بحد وخداها في نفس النهار هذا وحبيت انني شارك ها معكم وراها باقي لحد الساعة في سوبر ستور ب 29 دولار وخدت خديت هاد القوالب الكابكيكس اللي كيجيب هاد الشكل هذا وكانوا عاملين فيه يعني تخفض كبير كذلك خديت سني عادي ولكن هما تقال يعني عندهم الكاليته ديال هم تقيلة اما هاد سني او لذي القالب ديال الكابكيكس خديتهم غيب ربعة دولارات مع انهم كانوا كيدروا 39 دولار للواحد لان مهم ماركة زوينا وكذلك خديت هاد قطعة مهم هاد ديجا انا عندي وحدة بحالها وزت وحدة لان لان لقيت هم عاملين فيها تخفض رجعوها غي 8 دولارات وانا كنت خديت ها 29 دولار تخيل لبنية حال الفرق يعني كنت خديت ها بوحد ثمن غالي كذلك كما قلت لكم كنت مشيت الكارترز اللي كانوا عاملين هما 30 في المية تخفض في البلاك فريدي واخا يعني مشي تخفض كتير ولكن انا كنت محتاجة لهم ناخد لهم هكا تبديلة تبديلة تكون نقية وبنتي كان خاصها هاد الكسوة ديال التلج الخاصة بالتلج هدي خديتها بالتخفض بكل شي تقريبا شي 80 دولار كانوا منقصين فيها 30 في المية وكتجي هكا يعني فيها 4 البياسات فيها المونتو يعني وفيها سنو بانت هادا السروال مهم الخاص بالتلج مهم ما كيدخلش البرد غالبا ما كيكونوا كاتبين فيهم يعني ناقي 30 درجة يعني كيتحملوا درجة البرودة وعطين معهم هاد الشابو صغير مع هاد الكاشني ديالو وهنا من جيت نوريكم مهم الملابس اللي خديت جول دي برز ني ضروري ركوا عارفين الوليدات ضروري مخصهم شوية برز دونا فخديت لبنتي هاد تريكو هاد بحل شي غوب ولكن هو تريكو و جاي في هاد اللون اللي عجبني صراحة هي كيجو مع هاد الالوان اللي فاتحين و كذلك خديت لها هاد الكولون اللي صخيخن كم مهم ما خديت لها شمع هاد غي خديت لها مع شي تريكو خور لأن هاد كذلك هاد يلبس لها مع جين سليم و خديت لها كذلك هاد ليبة اللي غي هاد مع واحد لغوب مهم كانت محتاجاها هي غتجيكم لكسوها كبحة الأصغتي ولكن رأي كل حاجة غدي تلبس مع حاجة ماشي كوشي غدي تلبس مع بعض إياته كذلك قذلت لها هاد ليبة هاد اللي في الأسود رأي عارفين دبا ليبات كينفعوهم بزاف في البرد آخر حاجة خديتها لها هاد ليبوت هاد اللي تلبس ليبة وليغوب وخاه البرد ما كيساعدناش بزاف في ليبات وليغوب ولكن كتلبس مرات كتلبس هم ويجي حتمع الجهين هكا سليم أو لكولونات كي تجيزوين صراحة في اللبسة وهاد الحويش كامل لنا البنات اللي وريت لكم كانوا عاملين لهم سخفض يعني 30% وصفي موماد وملك سواء اللي اخذت لبنتي وده بغادي نمروا لابن ديالي فاول حاجة هاد سخيخن بزاف يعني وخات قدري ما تلبسي لهم سخون بزاف مقطن يعني خاص بفصل الشيطة وجاي هاد 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 اخذ لو عادي جدا وفي اللون فقري جاي بحال سيرفات سروال مهم انا ولدي كيرتح بزاف في هاد سريويلات هاد كناخد هاد هاد كناخد هاد 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 لابس هاد كناخد هاد هاد اخذ هاد هاد مرصوب نوع هاد اخذ هاد ثمان ديالو كان جدا مناسب و اخذت له هاد سببت هاده لان تقريبا قاس برديلة ديالو صغارو علي ركو عارفين الوليدة الدغية كي كبرو فاخذت له هاد سببت هاد شكل هاده و هاد كانو ديجا دارو لها سولد رجعوها 19 دولار و زادو نقصولي لديك 19 دولار 30 فالميا يعني ناقص 30 فالميا فاخذتها بوحتة مرخيص بزاف فاني هاد هي الكسيوات اللي اخذت له سوف يبغيت نشاركوهم معاكم صراحة يعني كسوا ديال كارترز انا من عندي نصحكم بها سبنو عاودو صراحة كسوتهم زوينة زوينة بساف فانا كان اخذ من عندهم دائما ومشي يعني مخلصيني باش نديلهم الاشعار ولا انا فقط يعني كان نصح البنات اللي هنا ولا ما يعرفوش ولا ممكن ياخدو فكرة مني باش ياخدو الوليدات يشوفو يعني مين ياخدو الوليداتهم الحويجات اللي ممكن يكونوا مزياني الكاليتة ديالهم مزينا وكي يصبرو بتا ما اللي هو مناسب نقدر نقوله مناسب بالنسبة للغلال اللي كان في كندا فصافين بعد اكيد البنات مشيت احضرت واحد واجبة عشاء خفيفة جدا جدا وسهلك تتحضر في عشر دقائق فاخديت يعني واحد جوجر بطاطات هكا كبار حكيتهم بعد اخديت واحد شبكة وصفيتهم كلهم بهذا كلمة نضيف شوية ديال القصبرو بعد نوسم قطع وهذه ندر التوابل شوية ديال الملحة شوية ديال الفلفل اسود و شوية ديال الكمون و شوية ديال البابريكا او لا الفلفل الاحمر وهنا يزد قطعت باش تكون يعني واجبة متكاملة شوية ديال الكاشير او لا المرتديلة مهم قطعتها هكا الى مربعات صغيرة و ممكن تعودوها بالتونة يعني يعود البادية التونة تصفوها مزيان بالزيت و ديروها فيها و غدي نضيف الاخر واحد البيضة باش تجمع لي هاد الخاليط هذا و بعد غدي نجيف مقلاد غدي نوضع القليل من الزيت ايما زيت الزيتون او لا زيت نباتية و غدي نوضعها بهاد الشكل هاد هاد البطاطس ديالي فانا هنا يعني استعملت مقلات صغيرة باش نديرهم هكا دوائر صغيرة فانتو ما إلا بغتو تديرو قاعد الكيمية ديروها في مقلات كبيرة إلا بغتو تديروها عائلية و على حسب عدد الاشخاص ف هاد الوجبة الصراحة سهلة مهلا ممكن تحضرو بها حتى صندويتشات غدي نوريكم في اخر الفيديو كيفاش تديرو و ممكن نضيفوا لهاد الوصفة هادي حتى الجبن المفروم غدي نوضعها هكا في مقلات نبقى نضغط عليها ثم نقلبها الى الجهة الاخرى يعني باستعمال واحد تبصيل نقلبها الجهة الاخرى و نخليها تحمر مزيان على نار متوسطة و صافي و كي يجادوا الشكل ديالها انا يعني صيبت عدة وحدات هنا كانوا يعني في نص الوقت كي يتابوا و انا كان وريكم قطعت ليكم اول حبة بهاد الشكل هادا تقدموها مع اي سلسة انا هنا عندي هاد سلسة ديال مهم ديال الجبن كجيزوينة هادي كي يكلوها مع بيزا و مهم حتتها معاها و في الاخر انا درت ساندويتشات يعني الوليداتي و راجلي انا غير وريت لكم انكم ممكن تاكلوهم بحال هاكا تاكلوها يعني عادي قطاع بحال هاكا و تقدموها مع شي سلطة يعني سلطة صحية او لا سوب سخونة ده بمع البرد فكيما اشتو واجبات سهلة و متكاملة و كتجي الدي ده ده بزاف اكيد غادي تعجب الصغر و الكبار اما بالنسبة للساندويتش فممكن تديروه بهالطريقة هادي يعني فخبز دوس كتجي الدي ده بزاف و ممكن تصيبوه حتا الوليداتكم هادي الساندويتش ياخدوه معاهم للمدرسة او الراجلك ياخدوه معه للعامل او لانتيا لما لا فهدي مهم كانت واحد الفكرة دي العشاء سهلة بسيطة سريعة نتمنى انها تكون لتعجبكم و متنسونيش دائما بلايك ديلكم باش شجعوني نعطيكم اكتر و نزيد نعطيكم فيديوهات اكتر بكل ما هو جديد و نقول لكم مع السلامة نتلقى ان شاء الله في الفيديو الماجي يلا باي باي بسلامة